اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبدل المجهود لكي نتدرج ونرتقي عند الله درجات علا وفي هذه الحلقة ان شاء الله نتكلم عن مسألة الخروج من الخلاف الخروج من الخلاف هذه مسألة مهمة جدا لان كثيرا من الناس عنده فضول في الكلام يحب ان يتكلم كثيرا ويجاذل كثيرا ويناقش ولا يمل الكلام ونقل الكلام وحوارات وقد تكون حوارات جوفاء وفارغة لا يرجى منها خير فلذلك ذم الاسلام هذا الخلاف الذي يؤدي الى الفرقة والذي يؤدي الى الجدل الذي لا ينتج منه الا التنافر والتدابر بين المسلمين المسلمون قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم جسد واحد فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسخر المسلمون جسم واحد يمزقهم الخلافات وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان الطوبة الوحدها ما تعتبرش بنيان والطبطين والثلاثة ولا يستغنى عن طوبة ولا عن اثنين ولا عن ثلاثة لا بد ان يقوم البناء كاملا ولا يكون كاملا الا اذا كان المسلمون جسدا واحدا فانظروا حين يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بانهم جسم واحد يحسوا كل عضو فيه بالآخر فهذا الجسم يتهلهل ويمرض بل وربما يموت بسبب الشقاق والخلاف الذي نهى الله تعالى عنه بقوله وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا وَلَا تَنَازَعُوا تَقُلْ لَهُ أَوْ يَقُلْ لَهُ أَمْثَالُهُ مَا رَأَيُكَ فِي فُلَانَ يقول لك هذا مذبذب وحاله مش معروف طيب مش معروف بتهاجموا ليه وبتفسقوا ليه وتتركينوا ليه مستور العلماء حتى لما كانوا بتكلموا عن أهل الحديث يقولون مستور الحال طيب أنت جاء على مستور الحال وطيب لي مش معروف مش معروف له طيب هو مش مسلم يعني ضلال في الفكر وغبش في التصور وانحراف عن الصراط المستقيم وكأن نحن الأصل نحن نهاجم الناس ونبدعهم ونفسق هذا هو الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحون أما تجد كل حزب يبدع الآخر ويفسق ولا يعترف به ولا يتزوج منه ولا يزوجه ولا يوليه هو ذا التفرق اللي جعل شأن الأمة الآن على الصورة التي نراها صورة متمزقة مهلهلة ف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم من بعد ما جاءهم البينات كثير من الناس يجادل وليل نهار وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة والحديث حسن أهل العلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورث الجدل الجدل علام الضلالة إذا لم يكن لمعرفة الدليل تتعلم أو دعوة إنسان يبقى المفروض أنك تدعوه بالحكمة والمعزل حسنة أو بتتعلم منه تحترم احترام الطالب لمعلمه لكنه إذا وجدته يتكلم في اليهود أو النصارى يقول لك دين الإسلام دين رحمة ودين رأفة وحرم حتى الاعتداء على خنزير اليهود طي والمسلم هو المستباح عندك ما أقرب هذه العقائد من عقائد الشيعة الذين يقولون إن أصحاب محمد مرتدين فابن مسعود رضي الله عنه كان في الحج مع عثمان رضي الله عنه فكان بيصلي ركعتين اللي هي الصلاة الربعية بيصلها في الحج ركعتين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته ويوما وجد ابن ابن مسعود رضي الله عنه وهذا الحديث عند الطبري في مسند حمر وإسناده صحية قال أو قال له إن عثمان يصلي أربع ركعات صلى الظهر أربع ركعات وهو التمس له العذر بعد ذلك أنه كان اتخذ أهلاً وهذا اجتهاد له اتخذ أهلاً في ميناء أو في مكة قريب من ميناء المهم أنه قالوا يا عبد الله بن مسعود عثمان يصلي أربع ركعات فقال كلمة فهم منها منها الناس أنه يعني غير موافق على أربع ركعات لكنه صلى خلف عثمان أربع ركعات فبيعتبوه الناس قالوا له يعني اعتبت عليه أن صلى أربعاً ثم تصلي خلفه أربعاً فقال الخلاف شر الخلاف شر شر مستطير ايه معنى الخلاف هنا لو عبد الله بن مسعود رح رفض الصلاة خلف عثمان ورح صلى ركعتين هتجد نص الناس وراء بن مسعود ونصهم وراء عثمان شايف المفسدة انقسم المسلمون قسمين هو أراد أن يدرأ هذه المفسدة بتأول عثمان رضي الله عنه وصلى خلفه الركعات الأربع وقال الخلاف شر ومن هنا نتعلم قلة الاختلاف والجدال نختلف إذا كان الدليل فقط إما نعلمه أو نسأل عن معناه فهذا لا حرج أو اختلفنا فيه فرعيات هل اللي بينزل إلى الصلاة ساجد ينزل على ركبه ولا ينزل على إيديه ولا يعني هذا اختلاف سائع لا حرج مدام تحتمله اللغة تحتمل المعاني هذه فلا حرج أما اختلاف كل حزب بما لديهم فرحون فهذا ما ذمه الإسلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نرتقي إلى الخير وإلى الألفة التي جعلها الله بين عباده الموحدين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة